أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر الروم بخروجه وسط هذه الظروف الصعبة وعاد منتصرا بدون حرب أو كتال وأما عن كعب بن مالك الذي تخلف عن الخروج في تبوك فقد تكاسر ظنا منه أنه يستطيع أن يلحق بهم بعد أيام هم يا كعب والحق بركب رسول الله لقد استعد الجيش للخروج وهل لي مثل كعب بن مالك أن يغيب عن رسول الله لا تقلقي ما زال أمامنا وقت كثير أسأتجهز للحاق بهم وسأقدر على ذلك بإذن الله والله ما رأيتك متكاسلا مثل ما رأيتك اليوم يا كعب لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك حتى بلغ تبوك فسأل أين كعب بن مالك؟ والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خير فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد تيقن كعب بن مالك أنه لن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابه الحزن والهم حتى عاد رسول الله إلى المدينة بدأ المتخلفون عن الخروج في سبيل الله في المثور أمام رسول الله يخترقون الأعدار واحدا تلو الآخر وكان رسول الله يستغفر لهم رغم علمه بأنهم كاذبون منافقون سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا يا رسول الله إن الحر لشديد ولم أعد أتحمل حرارة الشمس فخشيت أن تكون هذه تهلكة وقد نهان الله عن ذلك يا رسول الله إن الفقر قد ضربني وأولادي وإن خرجت قبل أن يمضج الثمر جاع الأبناء قبل محمد أعذارنا واستغفر لنا أيضا والله لو خرجت معهم لمدت قبل أن أصل كيف نخرج من المدينة في هذا الحر الشديد فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وجاء دور كعب بن مالك للاعتذار لرسول الله عن تخلفه في الخروج للجهاد تبسم رسول الله تبسم المعاتب ثم قال في لين عطف ما خلفك يا كعب لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سقطه بعذر ولقد أعطاني الله القدرة على ذلك في الجدال لكني والله قد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لا يسقطنك الله عليه يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير له أن يكمن حديثه والله يا رسول الله ما كان لي عذر وما كنت قط أقوى ولا أيصر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك ولكن هل فعل مثلي أحد ولم يقدم عذرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رجلان قال مثل ما قلت وقد قال لهما رسول الله مثل ما قال لك من هما؟ مرارة بن الربيع وهلال بن أمية قال مثل ما قلت والله إن الرجلين لصالحين وقد شهدى بدرا وهما قدوتي والله لن أكرب على رسول الله بارك الله فيك بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى المسلمين جميعا عن الكلام مع الثلاثة الذين صدقوا رسول الله ولم يكذبوا أو ينافقوا فاجتنبهم الناس حتى زوجة كعب اجتنبته وامتنعت عن الحديث إليه تنفيذا لأمر رسول الله لم تكن هذه قسوة من نبي الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو يريد بهم الخير الذي لم يفعله مع المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا جديدا في التطهر من الذنوب بما فعله مع كعب بن مالك ورفيقيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية اكتملت خمسون ليلة ولم يكف كعب بن مالك ورفيقاه عن البكاء الشديد والحزن خيم على المدينة بأكملها وحتى على رسول الله لمقاطعتهم هؤلاء المؤمنين الصادقين يا رب يا رب قد ضاقت علي نفسي وضاقت الأرض علي بما رحبت وخطب علي رسول الله اخفر لي يا رب العالمين بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة بتوبة من الله على كعب بن مالك ورفيقيه فكبر الجميع فرحا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك أبشر أبشر يا كعب أبشر يا كعب ابن مالك أبشر أبشر يا كعب قد تاب الله عليك والله لقد سبقت بشراك سرعة الفرس وسمعت صوتك قبل أن أراك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وقد كانت غزوة تابوك أكبر اختبار لقوة إيمانهم وفي الوقت ذاته كانت إبرازا للمنافقين الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لولا كشف الله له وفي هذا العام وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العديد من الوفود ليسلم بين يديه حتى إن هناك من سمى هذا العام بعام الوفود وكانت بعض الوفود لا يعلمون عن الإسلام شيئا فشرح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما هم على جهل به ومن خصال رسول الله التي نراها جلية في سيرته العطرة حفظ الجميل حتى وإن كان صاحب الجميل منافقا مثل عبد الله بن أبي بن سلول الذي مرض مرض الموت فذهب إليه رسول الله يعوده ويسأل عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عبد الله بن سلول يسأل عنه في مرضه رأى صلى الله عليه وسلم الموت في عينيه فقال له ألم أنهك عن حب اليهود يا عبد الله بن سلول يا رسول الله ليس هذا وقت عتاب إنه وقت الموت فإن مت فاحضر غسلي واعطني قميصك الذي بين جلدك فكفني فيه وصل عليه واستغفر ليه وافق رسول الله فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله إنه منافق أتصلي عليه وقد نهاك الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد خيرني يا عمر واخترت الصلاة عليه والاستغفار له لو أعلم أني لو زدت عن السبعين غفر له لزدت ولم يكتفي بذلك بل حضر غسله وصلى عليه واستغفر له حتى نزلت الآية الكريمة التي حرمت الصلاة على المنافقين فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ترجمة نانسي قنقر